أرسان استفزاز إيراني جديد لدول المنطقة والعالم هذه المرة عبر مناورات صاروخية في بحر عمان المناورات التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء تأتي بعد أيام قليلة على تدشين قاعدة صاروخية على شواطئ الخليج جنوبية إيران وبعد أسبوع أيضا من مناورة أخرى للقوات الجوية في محافظة أسفهان وسط البلاد استعرضت فيها إيران عضلاتها في مجال الطائرات المسيرة كل ذلك كما يقول محللون يندرج في إطار التصعيد الإيراني المتواصل تمهيدا لمفاوضات محتملة مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أحد وجوه هذا التصعيد كان قد برز في تهديد البرلمان الإيراني بطرد مفتشي وكالة الطاقة الذرية من البلاد إذ لم ترفع العقوبات المفروضة على تهران بحلول شهر مارس قبل أن يخرج المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في إيران بهروز كامال وندي الاثنين ليعلن أن بلاده لن تقوم بطرد المفتشين الدوليين بل فقط ستوقف عمليات التفتيش إذا استمرت العقوبات لكن سواء توقفت عمليات التفتيش النووي أم لم تتوقف فإن إيران على ما يبدو مستمرة في تنفيذ تهديداتها بشأن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم وهي هددت أخيرا بأنها سترفع نسبة التخصيب إلى 90% بعدما باتت قادرة بسهولة وفق تصريحات كامال وندي على تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز العشرين بالمئة وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أكد في بيان السبت أنه لا ينبغي السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي نسبة مشيرا إلى أن نظام تهران يستخدم برنامجه النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي هذا وبرز موقف لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسينجر حذر فيه الإدارة الأمريكية الجديدة من العودة إلى الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 معتبرا أن هذا الاتفاق لن يؤدي سوى إلى جلب الأسلحة النووية إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط وبالتالي سيخلق حالة من التوتر الذي سينفجر عاجلا أم آجلا